منة الله تعالى وفضله وكرمه على عباده أن هيئ لهم مواسم للخيرات مواسم للخيرات وهي من المناسبات العظيمة التي تسقل الإيمان في القلوب وتحرك المشاعر الفياضة في النفوس فتزيد في الطاعات وتضيق في مجالات الشر في المجتمعات وتعطي المسلمين دروسا في الوحدة والإخاء والتضامن والصفاء والبر والصلة والهناء والطهر والخير والنقاء والصبر والشجاعة والإباء إن هذه المواسم لهي والله فرصة للخير والإقبال على الله سبحانه وتعالى فنحن وإذ نستعد بتوفيق الله تعالى لاستقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان